اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه نادي الاهل ما فيش اي حسابات غير الفوز نادي الاتحاد عايز يحسن جدوله طبعا او ترتيبه في الجدول رأيك ايه في المباراة النهاردة فاني لك فهو باعتبر النهاردة نادي الاتحاد داخل الماتش واعينه على الفرع الاخرى ونتائجها عشان يشوف هو حياخد ترتيب الكامل هل الخامس هل الثالث هل بيطمع من بداية الموسم ان هو الاستاذ محمد مسلحي وعيدهم ان هو عايز يوفر لهم الامكانيات وعيدهم من السنة الجاية باتنين محترفين عشان يخشوا ياخدوا مدالية فالنهاردة كابتن احمد سمير على وعد ان هو عايز وطمعان ان هو يخش المربع فجاي طمعان فالنادي الاهلي ان شاء الله ما يدروش الفرصة وان شاء الله نكسب المباراة ويكون نتيجة بالنسبة لنا بعد فترة التوقف في الاجراءات الاحترازية وبقالنا فترة ما بننعبش فالنادي الاهلي داخل برض وعينه على ماتش الزمالك وعلى طولة الدوري عشان يحسم فمش هيدي فرصة لأي فرقة ان هي تخش معه في الماتش صحيح طب كابتن احمد يمكن هل بتتفق مع كابتن ممدوح يمكن النادي الاهلي خلاص اللي تقريبا بشكل كبير هتبقى مباراة الزمالك يا مباراة الحسم ولكن من هنا مباراة الزمالك لسه في مباراة النهاردة للاتحاد ومباراة طلاقة الجيش شايف الحسابات ازاي كلها الفرقية لو من نسبة النادي الاهلي وطبعا هو يعني كعلى الجدول ولو كله هو والزمالك لو مش كل واحد كسب الماتشاط وحيبقى فيه فرق من نقطتين النادي الاهلي حيبقى الماتش النهائي بين الاهلي وزمالك هو الماتش الفاصل يعني بس بتقول يا كابتن يعني ان عدد مباراة الفوز هي اللي بتحسم البطل مش النقاط النقاط بنحتكم اليه لو تعدلنا في عدد الماتش فطبعا الاهلي يعينوا على الماتش النهاردة على ماتش الجيش طبعا يعني يا ربنا يكون فعون الانجهيدة الفنية كلها نهاية الموسم مختام الموسم كل التأجيلات اللي حصلت وكل الأصابات اللي حصلت في الكوفيد 19 والحاجة اللي كلها طبعا أصرت على طول الموسم مجرامج لأداء كل الموسم يعني وكل شوية الماتشات تتأجل فالمدير الفني بيبتدي يعمل فترة اعداد جديدة وفترة تحميل فاللعيبة طبعا وصلت مرحلة ان احنا ممكن الدوري بقالوحة وقاليه سبعة طبعا تشهر فدي طبعا فترة كبيرة جدا في لسبة للمنافسات طب خلينا كابتن الكلم عن نادر التحادس سكندري ادارة نادر التحادس سكندري برئاسة طبعا الكابتن محمد مصلحي يمكن يعني احنا كنا عمرنا نعرف الاتحاد هو الكرة القدم وكرت السلة بشكل كبير بتبقى كده ولكن هو الحقيقة زي ما قال كابتن منضوحه تفضل مشكورا قال ان طبعا كرة الطائرة استقضام بالعيبة جيدين بدأ يوعدهم ان شاء الله السنة جانب عندهم اجانب شايف فريق التحادس سكندري فريق واعد فعلا زي ما خطت ليه ادارة التحادس سكندري وطبعا طول عمر الاتحاد على ايام جلنا كنا يوم ايام ثاني دوري او ثالث دوري وكان يعني هو كان احنا والاتحاد والزمالك كان فيه اليبلس كان فيه انذية يعني كان في الاتحاد كان هو دايما على طول يعني احنا كنا دايما مثلا احنا نكسب الاتحاد الاتحاد يكسب الزمالك يبقى احنا الموتش الفاينل بيننا وبين الزمالك نحنا كان دايما بيادولنا خدمات كثيرة في النوم يكسب الزمالك ابتعدوا فترة ابتعدوا فترة كبيرة وبعدين ممكن السنة دي كابتن أحمد سمير ابتدأ يعيد تشكيل مدير فني نادي الاتحاد جاب لعيبة كويسة ابتدأ يجمع فرق كويسة وزي بقى كابتن منضوح قال ان هو حيبتدي يدعم صفوه ومتحرفين فهذا حيبقى يعني إضافة لازم بقى يدخل طالما هو عنده الاستعداد وعنده الإضارة بعذاب بالإمكانيات دي فلازم يدخل منافس وده ده أكيد أكيد هيؤثر لكرة الطائرة في المسل مدال ده اللي احنا محتاجين ومحتاجين وبصراحة نادي الجيش نادي الاتحاد نادي سموحة نادي البستروجيات يعني ست فرق يبقوا على نفس المستوى عشان يحصل يعني رفع مستوى لكرة الطائرة لكن كده يبقى فرقتين بس أو حاجة كده بيبقى ممور بتكون يعني مش في صارحة طب كانت نبدو حاجة لحضرتك يمكن فرقتنا أخبارها إيه طبعا حضرتك مقارب جدا للفريق هل في إصابات هل في إجهاد هل في يعني أكيد حداك سامع كلام هل في مثلا اتجاه لعدم مشاركة بعض اللاعبين النهارده عشان توفيرهم من المراتين الجايين ولا الفترة البيناء ما بين المرات كافية يعني وضع الفريق الحمد لله وشك لله كل اللاعبة النهارده جاهزة بس هو ينقصنا النهارده عبداللطيف عثمان نتيجة وفاة أخوه الكدير نتقدم له بواجب العزاء وإن شاء الله يعني نادي الأهلي ما يتأثرش بغيابه عندنا كرازمير المحترف في مركز ثلاثة وعندنا محمد عادل وعندنا عبدالحمن حبو عبدالحمن سعودي دول دنيا كاملة فإن شاء الله يعني ما نحسش بغيابه يعني طيب يعني الحال في نادي الاتحاد هو الحل ولا في إصابات في غيابات يعني أكيد بقى حدك عندك فكرة أو حدثة يعني أنا تواصلت مع الموديل الفني كابتن أحمد سمير كان نفسي زي ما تفضل كابتن أحمد زكريا وقال تاريخ نادي الاتحاد هو تاريخ نادي الاتحاد فأفضل نتائج حققه يمكن خده كاسب مصر في سنة 98 وكان الصدفة أن كابتن أحمد سمير هو البليميكر بتاع النادي وفي نفس الوقت خده مركز ثالث في الدورية وخباراتها وبرضو صدفة أنه كان أحمد سمير وكان بيلعب ساعتها فهو هم خده كاسب مصر في سنة 98 وكان جيل بتاع كابتن أحمد زكريا وأنا ورده عصرت الجيل ده جيل طبعا العمالقة اللي هو كان كابتن هشام ردوان وعبدالي إبراهيم بليميكر وزكريا السيد ومحمود مشالي جيل كان عظيم لنادي الاتحاد كان بيكسب الزمالك بيدينا فرصة أنه نكسب الدوي قبل ما نلعب ماتش الزمالك جيل بعد كده بتاع أبراهيم أشوان اللي هو جيل بقى حمد الصافي برضو كانوا بيخشوا تملي المربع جم لحد لسنة 2004 الأسف النتائج بتاعه عن الأدوار النهائية ودخله في الـ 12 وفي الوسط الدوي هنا في رجوع أستاذ محمد مسلحي وكابتن أحمد سمير أنه هو خد أكتر لعيبة من نادي سموح السندي وزي منصور زي خالد الفئيومي زي رجع محمد مصطفى كان في النادي الأهلي فترة من الفترات رجعه واخد لعيب أحمد ماهر من النادي الأهلي بدأ لم تتوكبها ومحمد سيد كان في نادي الجيش وكان لعيب النادي الأهلي قبل كده فعنده كوكبة من اللعبين قدر يخش بيهم من الأنا شايف من الخمسة الأوائل لأنه صعب عليه أنه هو يخش المربع لأن نادي الجيش هو اسموحة لا لو في أجانب تهدي مع نادي الاتحاد كان الموضوع ممكن وده الوعد اللي هو يعني كابتن أحمد واخده السنة الجاية دي حقيقة إنما أنا شايف أنه هو حيبقى ترتيبه السنة دي بين خامس وسادس وخباحتك وفي الغالب حيبقى خامس بالكوكبة العباء اللي معادي يجي عمل بقى مفاجآت يعني لو عمل مفاجآت في المطشات الأربع مطشات أو التالت مطشات بعد مطش الأهلي يبقى إن شاء الله ممكن يعمل الأهلي ممكن يدى الرائع رابع وبينه وبين الجيش يعني كده طيب خلينا نتكلم أكتر يا كابتن عن يعني طبعا دي القطات يعني أرشفية من مطش كان ده مطش بتهيالة كابتن التيران متاني الأهلي بترجيت الأهلي بترجيت أنا أسف دي كانت في صالد برضو الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي الأهلي بالجزيرة كابتن آخرية لتكلم في ترتيب الدوري يمكن عشان بس السادة المشاهديني بعارفين إنه إحنا تلقينا في الدور الأول هزيمة من بترجيت وعوضناها بالفوز على المنافس التقليد اللي هو نادي الزمالك فزبطنا الدنيا بقى عدد الهزائم واحدة والدور الثاني إحنا ماشيين كلنا كاسبين مطشاتنا ونادي الزمالك أيضا كاسب مطشات فبالرغم إن إحنا في النقاط أعلى ولكن برضو الاحتكام هيكون لعدد مطشات الفوز مطشات الزمالك المتبقية له يعني هنبص برضو على المنافس إحنا فضل لنا مطش النهاردة مطش تلع على الجيش بعد كده نروح للمطش الزمالك يوم 2-6 مطشات الزمالك المتبقية له إيه؟ مطشات الزمالك وطبعا عشان الزمالك كان سافر بطولة أفريقيا فتأجله حالي مطشين وبعدين مجيل الدوري تأجل بعد قرارات مجل وزراء خارات رئيس الوزراء إن أؤجل عشان مش اتأجلت مطشات إن كان في رمضان فكان لازم الاتحاد كان وقت معايا فطبعا كانش ينفع إن نلعب قبل الفطار فزمالك عنده مطشات برضو عنده لسه عنده تريب إنه بيلعب القنامة وشه متأجل عنده السموحة والجيش هلعب الاتحاد بتهايلي كمان؟ عنده زمالك أقل الاتحاد بياخد مننا مطشاتنا بالزبط فهو عنده كل برضو عنده كل المطشات الجامدة كلها مع يعني لسه الزمالك عنده أربع مباريات قد يتعصر قبل ما يجلنا ولكن الفكرة اللي بيقول عليها إنه لو مشي لو مشي لقى مطش الزمالك هو اللي هيكون المطش الفايسل فايسل من الأهل والزمالك لو مشي الفراتين مشيوا في طريقهم وكسبوا كل فرقة كسبت فحيكون المطش الفاينال هو الأهل والزمالك هو ده هيبقى المطش التحديد للبطل الدوري طب كابتل خلينا برضو السادة المشاهدين مش كل اللي بيقعدوا يتفرجوا علينا أكيد فاهمين فانيات الكرة الطائرة أكتر أنا بحب دايما في الاشتراكات التحليلية نعرف الناس بالكرة الطائرة أكتر خلينا أتكلم على عدد اللعيبة في الملعب يعني دايما بحب أتكلم في الموضوع ده هو طبعا كرة الطائرة لعبة شريقة جدا والجميع بتحب تتفرج عليها هو تمالي فيه ست لعبين بيبقوا في الملعب معهم اللاعب السابع اللي هو اللي هو بيلبس فانيلا مختلفة انا عندي ديしょبكة بزدت هو دا نص الملعب الشبكة ده الملعب بتاع النادي الأهلي دا ملعب نادي الاتحاد وخبرحتك هنا بيتكون ست لعبين وخبرحتك واللعب السابع اللي هو بيخش في مكان لعيب مركز ثلاثة في المنطقة الخلفية عشان يعمل دفاع واستقبال يعني بيبقى في ست لعبين منهم اللي هو دي حيية واللعب السابع اللي هو بيغير معها اللي هو السنتابلوك ما بيجي في المنتظرة الخلفية بينزل لبرو علشان يستعبل او يعمل دفاع. بيجي هنا حالة اللعب بتاع نادي الاتحاد بيلعب ارسال. دي واقفة النادي الاهلي. بيبقى عبدالله عبدالسلام في مركز اتنين. اللعب مركز تلاتة واقف في مركز اربعة. اللعب اللي هو بيلعب في اربعة واقف هنا في مركز خمسة. جانبه لعب كروز بتاع اربعة واقف في مركز ستة. هنا اللبرو واقف. واحمد صلاح. نجم الفريق. بيبقى واقف في المنطقة الخلفية في مركز خمسة. في حالة اللي تلاعب. دي وضعية استقبال الارسال. دي حقيقة. يعني الشبكة الوراء شوية عشان نقدر نستقبل. فبيبقى بس مركز اتنين اللي هو عبدالله عبدالسان. العاب بيبقى هو القرائب بالشبكة عشان. عشان يبدأ يعد اللعبة. في حالة الاستقبال بيبدأ لعب مركز تلاتة بيخش سريع حسب الفنت اللي محدده. ويبدأ لعب بتاع اربعة بيشوت وخبرها دك من مكانه. واحمد صلاح بيلف يشوت من مركز واحد. واللعيب الخلفي بيشوت من مركز ستة. تمام. هنا دي اغلبية الطرق العالمية على مستوى العالم اللي هي اتحافظت بالنسبة للفرق العالمية كلها. هو بدأ السيستم ده بيتلعب بقاله فترة. هو بس بيبدأ كان زمان ايام كابتنا احمد زكريا وايام جيلنا. ان هو كان البليميكر كل الكورة بيعمل فنت شكل. لان كل اللاعبين بيحصل ان هما بيعندهم جميع المهارات. والمهارات بيستقبلوا بيعملوا تفنس ما كانش فيه اللي هو. كانش فيه تخصص زي ما هو فيه تخصص دلوقتي. صحيح. فهنا البليميكا بيبقى مستريح. وخبر حركة عارف ما فيش بقى كل مرة بيشاولي العيب فنت كزا وفنت كزا وفنت كزا. لأ هو النهاردة البليميكا بيبص على حقة الصد. مين النهاردة اقصر لعب في حقة الصد ويبدأ بيحصل ان هو يرفع ناحيته. لو انا البليميكا هنا فرقة تانية قصية. زي ما النهاردة مسلا فيه آآ الباشا. ده رجل طويل. هل النهاردة لو اللاعب هيبدأ بكابتنا احمد سمير ولا هيبدأ بخالد الفيومي وخبرة وراجل محنك. هيبدأ بمين فيهم? لو هو بلا بخالد الفيومي. ممكن يبكي بالفنت في اللحظة دي على خالد الفيومي. هو هيبقى اقصر لعب. عشان اضرب من ناحية. عشان اضرب من ناحية. تمام. طب يا كابتن يعني خلينا نتكلم يا عزيزي عرب بقى الناحية الدفاعية والبلوكات بس خلينا نطلع فاصل. عزيزي مشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونكمل طبعا آآ تقطياتنا المستمرة لمباراة الاهلي والاتحاد في كرة طائرة رجال ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد بفكركم النهاردة ان شاء الله هناليا لحضراتكم على الهواء مباشرة للساعة اربعة من صورة الامير عبدالله الفيصل. مباراة الكرة الطائرة رجال الاهلي والاتحاد السكندري في المباراة الختمية. يعني فاضل جولتين آآ غير دي. آآ بالنسبة لنادي الاهلي على انتهاء الدوري الممتاز عشرين واحد وعشرين. مباراة تاني هتقام في النادي الاهلي صورة الامير عبدالله الفيصل الساعة اربعة. واللي مش هادر يشوفها على شاشة قناة النادي الاهلي يقدر يتابعنا ان شاء الله يكون فيه بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وايضا قناتنا على اليوتيوب شانل كمان. خني نروح كابتن احمد. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن دور العلم ودور التحاليل اه اه ا 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 او تحاليلенного تقنيين في الفرق دورهم هيا كابتن وشايف ازاي ده ساعد الكرة الطائرة انها تتقدم لقدام. يمكن الكرة الطائرة من اقدم الألعاب التي عملت التحليل وعملت الـ Data Volley لعبة تعتبر لعبة جمعية لكن تعتبر لعبة فردية لعبة كل واحد في ملعبه وكل واحد يؤدي المهارة بتاعته والمهارة بتبقى سهل تقييمها يعني كل يؤدي مهارة بيبقى لها حوالي 6 تقييمات مثلا لعب إرسال جاب إيس بيبقى ده لتقييم ضيع إرسال مثلا صعب إرسال سهل دي مباراة الأهل والزمالك اللي فاتت في الدور الأول والفاس فيها النادي الآية 3-0 وتقامت على صارة المؤولين العرب ودير لقطات أرشفية من أتفضل فعلى طول البرنامج بيبدي تحليلات على طول يعني أنا بتعمل إرسال مثلا جبت إرسال إيس مثلا بيبقى ومسلا اللعيب معين فالعيب ده بدي يظهر نسبة الإرسال الاستقبال بتاعته قد إيه بيبتدي التوجيه واجه إرسال عند أضعف لاعب في الاستقبال أضعف مكان في الاستقبال اللعيب ممكن بيبقى ناحية اللي مين أو لحية الشمال بتاعته ضعيفة كل ده بيتبان في التحليلات في الهجوم الدرب من ناحية إيه والدرب زاوية أو يعني بتبقى مثلا بيدرب من أكتر مكان بمسلا كل بوزيشن بيبقى فيه الأماكن الدربة أربع أماكن مثلا بتاعت الدرب أكتر مكان بيدربين مثلا هنا مثلا مركز أربعة مثلا هنا ضرب نزمة أربعين في المية أو ضرب مثلا في المركز 23 في المية يعني محل التقني بيدي كل المعلومات دي البرنامج أهو بيحط بيحط المعلومات والبرنامج على طول بيدي له تحليلات فبيبقى يعني قدام المدرب نهو بيبقى سهل جدا بس هم حاجة اللعيبة تنفذ يعني تنفذ يعني هم هدي بقى خلاص لو ما فيش أي فنيات تنفذت في المرحب خلاص لا خلاص آه يعني بيبقى بيارضو يعني مستوى الهجوم يعني دلوقتي مثلا إحنا بنشوف ده ضرب ردفع دي من الشبكة فبيبقى يوجه يعني بيحط اللعيب العالي قوي بيضرب من المعالي قوي بيبقى يحط له بلوك الأعلى برضو عشان بيبقى يعني مش وإحنا بنشوفهم فرقة مثلا محسوبة مش بالسبب للعين المجردة لا 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 خالص دلوقتي لا يعني مجردة آه بتبقى يعني بينة لكن مع مع التحليلات والحاجات ممكن نشوف لعيب كويس جدا لكن هو بيخسر فرقته صحيح إن إحنا بن عندنا جاب كم نقطة وضيع كم نقطة ممكن يجيب مثلا عشرين نقطة ويضيع مثلا دين وعشرين ثلاثة عشرين نقطة بس إحنا مش حال إيها بيخسر فرقته بيخسر فرقته في لعيب يعني بيأدي حاجات كويسة جدا بيأدي بلوك بيأدي دفنس الحاجات اللي مش ظهرة واللعيب مش باين لكن هو بيبقى لعيب مفيد جدا فنحن العلمية في الكرة الطائلة دفولي والمحلل التقني في منتقلها مياه برضو كابتن موضوع كان عنده يعني ما يضيفه في هذا الموضوع تفضل كده وطبعا كابتن أحمد زكريا قال معلومة خطيرة جدا دور المحلل التقني ويمكن الناس كلها بتسأل يعني إيه محلل التقني وبيفيد المدرب في إيه وبيفيد اللاعبين في إيه أنا من النهار ده بوفر المحلل التقني والسوفتوير دي شركة إيطالية من سنة 84 اخترعت سوفتوير دوات علشان يفيد المنتخبات القومية والأندية المهتمة أنها تلعب زي السيستم العالمي وتعرف إيه الإحصائيات بتاعة اللاعيبة وجي عمله برنامج داتا فيديو بيحيث أنه يعمل منتاج للإحصائيات دي ومبقاش الموضوع النظري وأنا بكلم اللاعب هو مش فاهم شو متخيل؟ متخيل إيه المشكلة أو فين أخطاءه إيه ويستخدمها في التمرين تاني يوم للأخطاء وينزل في الملعب يصلحها وفي نفس الوقت بيكتشف الفرقة المنافسة بتلعب بقاني طريقة ويبقى منزل محفص فرقته طرق الهجوم بتاعة الفرقة ونقطة الضعفة ونقطة القوة بحيث أنه هو العمل زي اللي بيمشي في شارع ضلمة أو في شارع مناوة فعلا أنه بتدي إسابات انفعالة للعيب وللمدير الفني اللي هو بيشتغل بأسلوب علمي الدنيا بتختلف أنا اشتغلت بالأسلوب دوت أيما كان فيه شغل مانوال وسكاوتج مهارة مهارة وكان فيه صعوبات جدا بالتكنولوجيا والسوفت وير والفيديو والكاميرا أصبح كل لاعب كان معايا في الستوديو نادا المرة اللي فاتت لحد وقتنا هذا بتكلمني النهاردة الصبح ابعتلي يا كابتن السكاوتينج بتاعي والتحليل بتاعي والمنتاج بتاعي لأنا كنت أرشيف عشان تفرجوا لولادها فبصراحة تكتدوجها فرقت معنا فكوننا عايزين نوضح للأجيال اللي ما بتتفرج دلوقتي فعلا نعلمهم إزاي يشتغلوا النادي اللي عايز يطور فرقه لازم من الناشئين إنه يدخل الداتا دي يدخل التكنولوجيا يدخل يعني إيه أخطاء وخبر حالتك يحفظهم بحيث أن ما يطلع للدرجة الأولى يبقى عالف أنا ما استناش اللعبة ما يطلع للدرجة الأولى لكن ممكن نبتدي ده من الناشئين كمان لازم 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 وده بتطبق دلوقتي يا كابتن ولا لأ؟ مش في كل الأوقات هي اجتهدات شخصية وإمكانيات وعشان تعلم ناس يشتغلوا في أندية في أندية كتيرة قوي معها يعني يمكن أندية الصيد أندية الودي دجلة بشوفهم مهتمين جدا من ناحية التقنية دي وكل فرق الناشئين ببقى معه واحد واثنين لأسف إحنا يمكننا النادي الأهلي إحنا لسه في درجة أولى أعيضك بقى كابتن حداج أنت والله يعني أعيض كنا لسه محطناش لسه كان مش موجودة في الجهاز الفني لكن أكيد السنة جاي حيبقى لازم فيها طلبنا السنة دي بس كان تقريبا ما كانش فيه مكان لي فكان لازم بقى موافة مجلس دارة أو الحاجة زي كده أكيد طيب خلينا بس نطلع على فاصل وهرجع برضو كابتن محتاجة أتكلم أكتر عن المحلل التقني بس خليطلع على فاصل أعزائي المشاهدين هنطلع على فاصل سريع ونجعل نكمل كلامنا عن تقطيع المستمر لأهلي والاتحاد في كرة طائرة رجال ولكن بعد فاصل أهلا بحضراتكم من جديد بفكركم تاني إن شاء الله هنالحضراتكم الساعة أربعة يعني تقريبا بعد حوال نصف ساعة من الآن مباراة كرة طائرة رجال الأهلي والاتحاد والمباراة ستقام على صلاة الأمير عبدالله الفصل والمباراة تيجي في المباراة الختمية في الدورة الممتاز عشرين واحد وعشرين وخلينا أقول لكم إن احنا فضلين لمباراة دي وفي المباراة رائع الجيش المباراة القادمة وبعد كده مباراة الحسم مع نادي الزماني كنا أبن الفاصل بتكلم عن ضيوفي ممكن كابتن ممدوحكم لابنتكلم عن المحاية التقني في الفريق ودير أعطات حية معلشها كابتن من أرض الملعب لتسخين أو الورماب لفرقتين نادي الاتحاد الضيف طبعا ونادي الأهلي صاحب الملعب دور المحاية التقني مش بس إنه بعد المباراة بيحلل لقى كابتن أحمد قال لي كمان أثناء الفاصل إنه أثناء المباراة لو لقى فيه نقطة ضعف أو فيه مشكلة بيروح لمدير الفني بلق دوره مؤهمة جدا لكن هو قبل المباراة بيعد التقارير وكل اللاعب يبقى معها يعني معها فايل يعني مدير الفني بيديله الفايل يعني قبل وأثناء قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة بعد المباراة بيحلل نفس اللي حصل بقى في المباراة واللعيب يعرف أخطاءه بيعرف أو نقطة القوة أهم حاجة المدير الفني هو بعد المباراة بيعرف عشان يقدر يبتدي يحدد الفرقة بتاعته فاحنا بنتكلم في الناحية التقنية دي حاجة لا والأرقام ما بتكذبش كبيرا بتحالي صح يعني لا هو عايز اقولك حاجة هو دور المحل التقني بيبدأ من بداية الموسم انا النهاردة حلعب الفرقة اللي بنافسها نادي الزمالك بيقدر يصور جميع المرشاة المهمة لنادي الزمالك وبيحلل احصائياتهم ايه واتجاهات ضربهم ايه ويهجمهم ايه علشان يدي الداتا دي للموديل الفني ويبدأ الموديل الفني مرن في رقيته يحفظ لاعبته انا النهاردة حلعب بقاني سيستم ده كمان تعقداتي تعقداتي الجديدة وفي نفس الوقت هل سيستم اللاعب هو بيلعب ارسال من الناحية العصبية عارف ان احمد يوسف لعب نادي الزمالك وهو بيلعب ارسال في وقت الشدة في مركز واحد انا بالنسبة لي ليه ترك سيستم في الاستقبال ان انا بزود المساحة بتاعت الاستقبال في المنطقة دي فبقول للليبرو انت بروح جنب احمد سعيد علشان احمد يوسف في الكرة دي بنسبة تسعين في المية احمد يوسف يرعب في الحتة دي طيب فجأة احمد يوسف وهو بيهاجم بيشوت في واحد فانا بقول للبحقة الصد اقفل الخط والديفنس يمسك في المنطقة دي واخبار حياتك فانا بالنسبة لي بحفظ لعبتي كرة كرة ونقطة نقطة مش قبل ليش شايفة كرة حاجية بس دي وراها قصة وحدودة كبيرة معلش يا كابت انت كنت توريتني ورقة اللي فيها زواية ضرب معلش انا عايز حداك توريها ليها عردها بس الستادة المشاهدين كده في ايدي يعني ايوة بصوا يا جماعة يعني انا عايز اوريه لحضراتكم معلش لو الكاميرا يتقرب علي كده دي دي احد الاحصائيات لاتجاهات ضرب الملعب يعني بصوا يا جماعة الملعب هو ده الملعب وهنا بيوضح لك كام كرة يعني شاطت ازاي بزوايا ايه وهتلاقي فيه لونين لون اسود ولون اخضر ولون احمر الاحمر الكرة اللي طلعت خارج الملعب الخطوط الحامرة الكرة تلعت خارج الملعب الخضرة اللي هي تم استقبالها السودا اللي جات نقطة مباشرة كل اللي حضراتكم شايفينه ده بيعملوا المحل التقني وتبقى في ايد المدير الفني طبعا مشكرك يا كابتل للمعلومات دي بس طبعا ده مش جاي من نتيجة يعني يعني كرة بالناس شايفة طائرة رايحة كرة رايحة جاية لا ده فيه مواضيع كتيرة جدا ما هو بيكمل بقى في وقت المتش ان راجل المحل التقني حاطت الكاميرا والكاميرا واصلة باللاب توب وبيطلع فيه برينتر بيطلع تقارير كل شوت وفيه شاشة لرجل قاعد جنب راجل المحل التقني فتح لاب توب بتاني فتح التقارير بحيث ان هو في الطايم قود بيمسك اللعيب وخبال حيتك بيقوله شايف اللعب رقم 12 بيشوت في الحتة الفرنية فانت هترح تقفل الحتة دي اقترية لعب في البوزيشن دوت البليميكر بينقى مين اقصر لعب في البلوك شوت من عنده فانت المدرب البرازيلي كان مسك نادي الهلال في التوقيت الحالي فكان فيه اللعب والمدرب اللي كان موجود في النادي الاهلي سافر يشتغل في النشئين فبقوله يا مهران فرصة ان المدرب البرازيلي موجود وانت قاعد معه موسم كامل اتعلم منه اتعلم منه ايه وايه الاضافة اللي بيضيفها للعبين او للقوة الطائرة عامة فهو قال لي حاجة مهمة جدا ان المدرب البرازيلي كل تركيزه انه جميع اللعبين لازم يخضوا كل المهارات وفي نفس الوقت في الناحية الخططية انه هو المدرب بيكتشف نقطة الضعف ايه في الفئة اللي قدامه وبيلعب عليها طول الماتش زي النقطة اللي احنا بنقولها في حقة الصد حق الصد قصير القامة فبالتالي الفئة التانية بيعمل الفنت كل مرة بيشوت من عند قصير القامة دي عشان بالبونت سهل بالنسبة له صحيح نفس القصة البليميق الراجل بتاع المحل التقني قاعد في الملعب جنب المدير الفني بيمده بالمعلومات علشان فيه لعب معين بيكسب الفرقة قدية ويخسرها قدية ويبدأ ياخد قراره لا ده انا بقول لك يا كابتن ده احنا بقى عشان نشير الموضوع ده احنا محتاجين حلقات بس خلينا قبل من طبعا نروح بقى للملعب مثلا من الأجواء أو حاجزة كده خلينا ناخد ناخد يعني مثلا ترتيب الفرقة معلومات مهمة عن الدوري نبتدي معاك يا كابتن أحمد جدول ترتيب الدوري الممتاز هو طبعا الجدواء هو عدد المتشاط 22 مباراة نهمة 12 فرقة فخولي فرقة بلعب 22 مباراة انا شايف طبعا هوليوبلس خلص مبارياته في المركز الحالي المركز التاسع يعني لعب 22 مباراة في فرقة لعب 21 مباراة خلينا نقول التركيب كده كابتن من البداية للنهاية كده وايه ونستعرض طبعا المركز الأول هو النادي الأهلي لعب 19 مباراة فاز في 18 خسر مباراة ليه 55 نقطة الزمالك لعب 18 مباراة خسر خسر مباراة وكسب 17 مباراة ليه 50 نقطة عنده لسه أربع مباراة مع الجليل أو لسه أربع مباراة فيه اسموحة لعب 20 مباراة فاز 15 وخسر خمس مباراة ليه 45 نقطة يجي بعد كده طلاع الجيش لعب 18 مباراة كسب 14 مباراة خسر أربع مباراة ليه أربعين نقطة يجي الاتحاد السكندري لعب 18 مباراة فاز في 13 خسر في 5 ليه 36 نقطة يجي بعد كده المركز السادس بتروجد لعب 21 مباراة كسب 12 مباراة خسر 9 مباراة ليه 38 نقطة ودولة الستة الأوائل اللي احنا بنقول عليهم هيجي بعد كده نادي تيران في المركز السابع ليه لعب 20 مباراة كسب في 7 خسر 13 ليه 21 نقطة سبورتينج في المركز الثامن لعب 21 مباراة كسب 7 مباراة خسر 14 مباراة ليه 20 نقطة نادي هيليوبلس المركز التاسع لعب 22 مباراة كسب 5 خسر 17 ليه 18 عنده 18 نقطة نيجي المركز العاشر للقناة لعب 19 مباراة كسب 4 خسر 15 ليه 12 نقطة نادي ترسانة في مركز 11 لعب 21 مباراة فاز في 4 وخسر 17 ليه 12 نقطة نيجي الداخلية في المركز الثانيج لعب 21 مباراة كسب 3 خسر 18 في المركز ليه 10 نقاط طب يا كابتن يعني يا برضو خلينا نوضح للسادة المشاهدين يا كابتن أنه مش بالنقاط هيتحدد بطل الدورة البطل الدورة هيتحدد بعدد عدد مباراة فوزة يعني أنت لو متعدل مع فرقة في عدد الفوز بنروح للنقاط صح كرامي ده مظبوط لو نقول حاجة غلط يعني يا أستاذ الحدك صحيح صحيح طيب يعني وده اللي يفسر أن فيه فرق سبق فرق لاتيجة الفوز طيب عزيزي المشاهدين خلينا نروح لأرض الملعب ومراسلنا هناك نورهان طمان وشريف شعبان عشان يولينا الأجواء وضع الفرقين طيب تفضل شريف طيب واضح أنهما لسه مش جاهزين أكيد هنروح للملعب وكيد هنعرف الأجواء خلينا نروح للمواجهات المباشرة يعني نشوف المواجهات المباشرة ما بين الأهل والاتحاد وفي دول الأولاني الأهل يكسب الاتحاد 3-0 في ملعب حددك الفاكر مبركة كلوس جيم شوية ولا كانت تريبا يعني كلها مثلا 25-23-25-20 كان قريبا إن شاء الله الفرق الاتحاد فرقة كويسة بس طبعا يعني محتاجين يعني عندهم فرقة كويسة بس طبعا شغل ما بيزرش في الأول سنة طبعا طبعا بس واضح إن كابتن محمد مصالحي رئيس نادي الاتحاد هيتعبنا شوية يعني ما شاء الله عمل فرقة كويسة مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان مباراة الأهلي والاتحاد السكندري من صالة الأمير عبدالله الفيصل من النادي الأهلي يارب بإذن الله يكون الفوز من النصيب النادي الأهلي يمكن كان فيه دورة 2006 بنات يمكن المباراة تهت الساعة 13-10 دقائق كانت صالة الأمير عبدالله الفيصل جاهزة لاستقبال هذه المباراة طبعا بمسي على زملتي نورهان بقولك أهلا بيك وكل سؤون طيبة وبإذن الله نرضى الأهلي يكون قادير بالفوز على فريق كبير وفريق التحاد السكندري عاوزنا نعرفها نورهان الأهل استعدت زي ترتيب النادي الأهلي في جدوى المسابقة أهلا بيك يا شريف وأهلا بكل زملائنا العزاء في الستوديو التحليلي وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان زي طبعا ما قال شريف احنا هنا في طبعا المقر الرئيس النادي الأهلي بالجزيرة يعني لحظات وتبتدي مباراة النادي الأهلي والتحاد السكندري كمان خلينا يعني نقول لكم أنه النادي الأهلي بيتصدر جدوى المسابقة برصيد خمسة وخمسين نقطة ويلي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد خمسين نقطة أما نادي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد ستة وثلاثين نقطة كمان خلينا نفكركم بنتيجة مباراة الدور الأول النادي الأهلي تغلب على نادي الاتحاد السكندري في عقر داره بثلاث أشواط دون رد يعني يمكن كمان الدوري المصري للكرة الطائرة كان متوقف لحد يعني 18 مايو الجاري كان طبعا ده تزامنا مع الإجراءات الحكومية اللي يعني كانت أوسط بغلق المحلات وكافة الأنشطة الليلية طبعا كانت الساعة 9 بليل ففضلت اللجنة اللي بتدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة السيد سامح حمدي انها يعني تمنح يعني يمكن يا شريف تمنح طبعا الفرق يعني جاهزية أو استعداد أكبر وطبعا تخوفا من تفشي فيروس كورونا خلينا كمان نقول لكم انه يمكن كابتن محمد مصلحي يعني ادى تعليمات للعبيه قبل طبعا المباراة وطبعا زي ما انتم شايفين عمليات الإحماء بتقام على قدم الوساق ورانا وحنا يمكن خايفين شوية ان الكرة تكون يعني تيجي ناحيتنا ولكن يمكن كمان فاضل مباراتين مؤجلتين طبعا هتكلم عليهم زميلي شريف والأهمهم يعني طبعا ان شاء الله على الاطلاق طبعا مباراة الدربي يا شريف لصوت يعلو دايما فوق صوت الدربي وان شاء الله نحق فيها يعني نتيجة كويسة طبعا كابتن هيسم لازم نكسب إذن الله طبعا فريق الاتحاد السكندري ثم فريق طلاع الجيش وختبا من مباراة طبعا الدربي مباراة الزميلي اللي هتكون يومي 26 وغالبا هتكون في صالة المقاولون العرب لسه متحددش رسمي ولكن الاقرب هو صالة المقاولون العرب يمكن تحديد بطل الدوري هيكون بعدد الفوز باش بترتيب نقاط الفريق بإذن الله بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الآلي أمام الاتحاد السكندري وطلع الجيش مرورا بقى أو ختما بفريق الزميلي عود لك من جديد شريف شعبان بشكرك طبعا باشكا نورهان الحقيقة طغطية جيدة جاوبتنا على بعض الأسئلة المهمة طبعا عن يعني الفريقين وخلي بالكوا بس من الكوار السرفات اللي بتتضرب براكوا جامدة لأن الكوار بتبقى سرعة عالية جدا نبقوا لما ونتمنى لكم السلامة يا رب طيب يعني أجيلك يا كابتن ممدوح محتاجين نستعرض الجهاز الفني بقى سريعا لأنك بتهالي لحظات وتنطلق فناخد بقى الجهاز الفني لكرة الكرة الطائرة الرجال في النادي إلى أهل فضلك كابتن محمد مسلحي مدير فني كابتن تامر مجدي مدرب عام كابتن محمود جمعة مدرب الدكتور إهاب فخردين طبيب الدكتور سامح زرام علاق طبيعي الدكتور حسن عبد مجيد مخاطط أحمال كابتن خالد أبو زينة مدير إداري كابتن أيمن علي إداري كابتن أحمد سعيد محلل تقني كابتن عبد الرحمن ميكي أخي سائي تدليك كابتن أحمد رشاد مهمات تماما كابتن دا كان الجهاز الفني لطائرة اللي هو قدامنا على الشاشة هو تاني كابتن أحمد مسلحي تامر مجدي محمود جمعة الدكتور إهاب فخرديني الدكتور سامح زرام الدكتور حسن عبد جيت كابتن خالد أبو زينة أيمن علي الإداري أحمد سعيد محلل تقني عبد الرحمن ميكي مدلك أحمد رشاد مهمات خلينا نتقل لكابتن أحمد والجهاز الفني لكرة طائرة رجال بتحديد سكندري اتفضل لكابتن أحمد طبعا يعني رئيس الجهاز هو كابتن جمال صبري وكان طبعا زميل ملاعب ولاعب منتخب من الأول منتخب الناشئين منتخب دورة عربية مدرسية كانت في السكندرية 75 منتخب الأول فطبعا ييجي بعد كده المدير الفني كابتن أحمد سمير وبرضو ده يعني إن شاء الله يبقى مدير فني واعد جاي نقول أنه كان لعب في نادي الاتحاد نادي الجيش فاللعب على مستوى عالي قوي حيجي بعد كده كابتن عمر إبراهيم راشد وبرضو ده كان لعب برضو في نادي الاتحاد يجي كابتن أحمد سعيد أحمد سعيد أحمد جلال مدرب بعدين كابتن وليد إبراهيم شربي المدير الإداري ومحل التقني الكابتن علي زاكي إداري الفريق دكتور علي فؤاد مرسي طبيب الفريق وكابتن هشام أحمد مخطط أحماله تماما كابتن طب أستغذلك يا كابتن مندوح ممكن نستعرض قائمة طائلة رجال أهلي اللاعبين ويعني ومركزهم سريعا فضل لكابتن كابتن عبدالله عبدالسلام رقم اتنين صنع ألعاب عبدالحليم عبو رقم تلاتة ضرب من مركز تلاتة كابتن أحمد صلاح رقم أربعة ضرب من مركز اتنين عبدالرحمن سعودي رقم خمسة ضرب من مركز تلاتة كرازمير جوزيف رقم ستة ضرب من مركز تلاتة وده المحترف بتاع اللاعب من مركز تلاتة محمود رقوف رقم سبعة ضرب من مركز أربعة عبدالحمن الحسيني رقم تمانية ضرب من مركز أربعة كابتن محمد معوض رقم تسعة لبرو محمد عادل رقم عشرة ضرب من مركز تلاتة أحمد عبدالعال رقم حداشر ضرب من مركز أربعة حسامي يوسف رقم اتناشر المعدد تاني بعد عبدالله صاني ألعاب ريموند سيزيتو المحترف البرازيلي رقم تلاتاشر ضرب من مركز أربعة أحمد قد رقم خمستاشر ضرب من مركز اتنين محمد رمضان رقم سبعتاشر الليبرو التاني أحمد سعيد الفتا الطائر رقم تمنتاشر ضرب من مركز أربعة دول كم لعب يا كابتن دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر لعب هيشارك كم في المباراة النهاردة من أربعتاشر كده في واحد هيتطلع بره هنقرفه نقوله لحضركم لعب هيتطلع بره كابتن رحمد بن استعرق كده قائمة طائرة رجال التحادسكندرية تفضل طبعا خلف يومي رقم اتنين وصال من العاب وده كان في طول عمره في نادي الاسموحة والنادي الاتحاد يدر يضم والسنادي في محمد احمد حسن رقم تلاتة ودهار بمركز تلاتة عمر احمد صالح رقم اربعة دهار بمركز اتنين عبدالله ناصر شعبان ده الليبرو رقم خمسة بس ما رأيش هل هو ابن كابتن ناصر شعبان حاكم الدولي هو ان الاسم يعني نا لا هو في عبدالهادي محمود عبدالعاطي رقم ستة وده الليبرو برضو كان لعب في نادي الجيش فترة كبيرة اوي وهو صنع يعني الليبرو ممتاز في محمود سعيد باشا رقم سبعة صنع العاب وده برضو لعب كويس اوي وطويل القامة محمود شحاتا محمود رقم تمانية ضارب مركز اربعة وده برضو لعب كويس اوي وكان لعب تيران احمد محمود محمد ميدو رقم تسعة ضارب مركز اربعة محمد مصطفى لعبة رقم عشرة ضارب مركز اربعة وده يعتبر يعني كان لعيب على مستوى عالي قوي بس هو يعني ما قدرش يعمر في إمكانية نفسه يعني ده من دن اللعيبة يعني مركز أربعة ده كان ممكن يبقى لعيب مميز جدا بس هو عمل موسم كويس السنة دي وبدأ يركز يعني بعد السن عنده على دولاتي حوالي 33 سنة فما قدرش أنه نقول نشوفه النهاردة محمد السيد عبد فتاح رقم 11 ضرب مركز الثلاثة وبرضه لعيب ده جيل أحمد صلاح والجيل اللي كان آه من كان 2001 اللي أخده في أحمد ماهر عبد العزيز برضو رقم 11 دار مركز الثلاثة وكان لعيب في نادي الأهلي برضو محمود منصور إسماعيل رقم 16 ضرب مركز أربعة وده كان برضو في نادي سموحة وكان لعيب في منتخب مصري يعني في لعيب كويس محمود رفض أدري رقم 17 ضرب مركز اثنين وكريم حسين حسين رقم 20 ضرب مركز ثلاثة ودول يا كابتن كده القائمة 14 لعب هما دول 14 اللي هنشاركوا بتجد ما فيش حد ممكن يطلع برة القائمة كابتن ممدوح يمكن عايزة تصارد محضرتك مع السادة المشاهدين المباراة المتبقية عندنا الاتحاد النهاردة في مباراةين متبقيين وكانوا زمالي من قاعد الملعب علوم بس خلينا استعرض برضو المباراة فين وأماكنها وتواريخها أيضا يا كابتن ممدوح تفضل هو المباراة المبقية للنادي الأهلي يوم الأربع 26 مايو مع طلاق الجيش في صالة جهازة بيوضة العسكري الساعة 6 يوم الأربع 2 يونيو الأهلي والزمالك الساعة 6 وإن شاء الله هتلعب في نادي المؤولين بصفة يعني نسبة بنسبة 90% نتلعب الدول الأول هناك هناك هو ده ملعب محايد فبالتالي يعني أنا شايف أنه هتلعب في صالة المؤولين حتى كل ماتشاط الناشئين والنهيات بتتلعب هناك إن شاء الله كابتن خلينا برضو كابتن نحمد أجل حضرتك برضو لأن محتاجين نارى برضو المباراة المتبقية للنادي الاتحاد عشان جمهور النادي ناتحاد طبعا عنده آه عنده أصعب مباريات في الفترة الجاية دي وكل هزي مستعدين بقى يعني طبع بعد مباراة النهاردة عندهم يوم الأربع ستة وعشرين مايو بتحاد السكندريو زمالك وفي دي في صالة برضو في سكندرية في سكندرية الساعة ستة طب كابتن معلش أستاذ الحديك هنستعرضها بعدين بس خلاص أنا شايف خلاص التامقية النهائي قبل المباراة خلينا نروح لأرض الملعب بشكر ضيوفي على الإفادة الكبيرة وخلينا نروح لمعلقنا الكابتن محمد عفيفي من صالة الأمير عبدالله الفيصل لنقل أحداث مباراة كرة طائرة رجال نادي الأهل ونادي الاتحاد فإلى هناك